مرة أخرى تعود ثنائية الإخوان وحماس لتحتل مكانها عنوانا رئيسيا لملف العنف في مصر الجديد كشف عنه وزير الداخلية المصري مجد عبدالغفار الذي اتهم حركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات بتوجيه من القيادات الإخوانية الهاربة في تركيا حادث الاغتيال الذي وقع في يونيو الماضي قال عبدالغفار أن حماس اطلعت بدور كبير في تنفيذه وأشرفت على العملية منذ بدايتها وحتى نهايتها مرة أخرى نعود إلى يوسف وتفجيرات كثيرة في مصر خلال السنوات الماضية كان المتهم الأبرز فيها جماعة الإخوان المسلمين تفضل بعرضك الإخباري والمعلوماتي يوسف اليوم كل إحصائيات عن التفجيرات فضيلة سواء من العراق إلى مصر وكلها مع الأسف هذا ما يحدث في علمنا العربي على الأقل في آخر خمس سنوات وكما قال الضيف قبل قليل في العراق لا يمر يوم دون تفجير في بغداد فما بالك نتحدث أيضا عن تفجيرات مع الأسف حدثت في مصر حيث ارتفع عدد الهجمات الإرهابية في مصر بعد الثلاثين من يونيو 2012 أي بعد إزاحة الإخوان من الحكم أبرز هذه التفجيرات نستعرضها في عجالة هناك خمس عمليات إرهابية بسيارات مفخخة استهدفت في الثلاثين من يناير عام 2015 مقار أمنية بمحافظة شمال سناء أسفرت عن مقتل ثلاثين شخصا كل يذكر تلك الحادثة الدموية هناك أيضا تفجيرات جامعة القاهرة وآخر عام 2014 التي أدت إلى مقتل عدد من قيادات في وزارة الداخلية بعد ذلك نذكر أيضا أحداث قصر الاتحادية عندما انفجرت قنبلتان قرب القصر وأدت إلى مقتل ضابطين وأصابة أربعة خلال محاولة تفكيكهما أيضا تعرض قسم شرطة قرب القاهرة لهجوم مسلح أدى إلى مقتل عدد من الضباط والمجندين في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة ضمن عدة موجات عنف شهدتها مدن مصرية ونتحدث هنا عن أحداث الكرداسة ومحاكمتها التي تابعنا جلساتها خلال محاولة لاغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم بسيارة مفخخة أيضا قتل عدد من مرافقيه وعدد من المدنيين في المنطقة ولعلنا هنا نستذكر أبرز الهجمات التي شهدتها مصر في تلك المعروفة بأحداث الحرس الجمهورية التي راح ضحيتها ضابط وعناصر من الإخوان لدى مهاجمة هؤلاء دار الحرس الجمهوري بحجة أن الرئيس السابق محمد مرسي معتقل هناك هذا مراجعة سريعة لإهم الأحداث أو الهجمات الإرهابية والدموية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية نعم يوسف نحاول معرفة المزيد بالتحليل من القاهرة مديرة حيث صحيفة الأهرام أشرف العشري سيد أشرف العشري برأيك ما هي الإجراءات التي ستلي هذا الاتهام أعتقد بكل تأكيد ما حدث اليوم والإعلان اليوم وهو إزدال السطار وكتابة الفصل الأخير في قصة اغتيال النائب العام السابق شامبرقات التي تزل تتوالى في الصورة على مدار تسعة أشهر حتى تم فك الشفرة وكشف اللغز فيما يتعلق بهذا الحارس والمتورطين فيه وأعتقد أنه سيكون هناك من الأنفى صاعدا إعارة تغيير في أدوات والتيكتيكات الخاصة بالتعاطب مثل هذه الحوارس مكمل أجست الأمن وسيكون هناك توسيع لدائرة الحركة فيما يتعلق بإطفاء كثير من بعض الحرائق هنا وهناك خاصة بالعملات الإرهابية في المرحلة القادمة فضوء ما كشف عنه وزير الداخلية أنه مستخدموا في كشف النقاب عن حارس اغتيال لشام بركات تيكتيكات وأدوات لم تكن معهودة من قبل داخل أجست الأمن المصرية أعتقد أن هذا تطور إيجابي يتم الكشف عنه الأول مرة أنه أصبح كل هذه المواقع وكل هذه العناصر أصبحت مكشوفة وربما يكون هناك بالفعل بعض الأدوات الجديدة التي سوف يتم تعميمها لإمكانية الحد من تجاوز عاملات الإرهاب في المرحلة القادمة فضوء ربما يكون مؤشر على تغيير التكتيكات والتعاطي سريعا في الكشف العزير العمليات أو قطع الطريق كما قالها وزير الداخلية هناك عمليات كثيرة مدبرة كانت ستلعب دورا كبيرا في فقدان السقة وهز أجواء الأمن في مصر تم الكشف عنها قبل أن تقع وهناك حفيلات وصيارات كثيرة مفاخخة في أكثر من سماليات المحافظات الأمر الذي يؤشر إلى أن هناك بالفعل بداية تعاطي جديد من كل أجست الأمن مع هذه التنظيمات وربما يكون هناك فصل جديد أيضا في المقام الأول في العلاقة بين القاهرة أو بين سنائية القاهرة وحماس في مرحلة القاهرة هل هذا قد يمهد لوضع الحركة على قائمة الإرهاب سيد العشري؟ كل شيء أصبح مطروح على الطاولة بعد الكشف النقابي اليوم عام بالأسماء وبالأدلة السبوتية من خلال اعترافات أعتقد مباشرة وحية تم بسها من قبل وسط الداخلية لـ 48 متهما منهم 14 متهما في التخطيط لحارس شجان بركات فقط أعتقد أن هذا الأمر سيكون لديه كثير من بعض السينيريات القادمة في المرحلة الحالية والقادمة لوضع قائمة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية كما فعلت دول الخليج مع حزب الله في هذه المرحلة لأن القاهرة تقف على مسافة قريبة إلا أن تكن تتماهى من خلال تناغم في العلاقات الأمنية بين القاهرة وبين الدول مجلس تعاون الخليجي وازمت لكشف النقاب عنه في اجتماعات وزراء الداخلية العرب الأخيرة في تونس وتوقيع التفاقيات بين القاهرة والرياض أرى أن القاهرة سترجل لكل الأسلحة وسجدش كسير من بعض الآليات الخاصة بالتعاطي بقوة من الآن لأن حارس اليوم ربما يؤشر أنه سيكون حالة من الخلل والتباعد في مصاري العلاقات المصرية الحمسوية من الأنفص أيضاً في دور ما تم الكشف عنه وما خطط له ما الذي يدفع حركة حماس برأيك لاستهداف شخصياً مثل هشام بركات في الوقت الذي تقوم فيه بمحاولات حثيثة من أجل جهود مصالحة مع مصر وحكومتها حماس لم تلجأ إلى تنفيذ هذه العملية إلا بتعليمات وبغطاء من جماعة الإخوان يحيى موسى العقل المدبر هو طبيب مصري لعب دوراً كبيراً سيلة وجوده في تركيا على مدار أكثر من عام ونصف حسب تسريبات أو حسب تأكد وزير الداخلية وتسريبات الأمن اليوم صباح اليوم في توفير العدة والعتاد وتوفير الغطاء المالي والليجستي والخرائط وأيضاً المعلومات وتجنيد العناصر أيضاً ثم إرسالها إلى حماس على مدار ثلاثة أشهر لتلقي دورات تدريبية بشكل منفصل بين فرق من كبال المصريين هؤلاء الثمانية واربعين وربما أكثر هذا العدد في الأيام القادمة سيتم الكشف عن عدد أخرى لتلقي التدريبات والإعداد لخطة التنفيذ فيما يتعلق باختيال النائب العام بما يعتبر أنه يمثل رأس السلطة القضائية وأن هذا الرجل كان يضع في يده عشرات الملفات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين قبل أثناء توليهم الحكم وبعد أيضاً إزاحتهم عن الحكم وبالتالي كانت تدقي كثير من التفاصيل الدقيقة بطبيعة المشهد الأمن والسياسي وما لجت إليه كيارات جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي أرادوا التخلص من رأس الحربة وبالتالي سيتم تمسى هذه الملفات لكن أعتقد أن الأمن استطاع أن يفك هذا اللغز وعزيز شافر اليوم ليتم التعاطي بكوة ما أنا الآن مع تفاصيل المشهد بكل تدعياته مع جماعة الإخوان وكل ما يعرف مع حماس من جهة أخرى سيد العشري استضافة تركية لهذه القيادات التي نسقت كما تقول السلطات المصرية مع قيادات من حماس لاختيال هشام بركات إلى أي مدى يزيد من فتيل التوتر بين أنقرة والقاهرة بكل تأكيد سيفاكم كثير من تطورات الأزمة في العلاقات التي يتشهد كثير من الانسداد السياسي والديبلوماسي وربما الأمن حاليا أيضا بعد كشف النقاب عن اعترافات بأن يحيى موسو وكثير من كيارات جماعة الإخوان الموجودة في تركيا وهي التي كانت تلعب دورا كبيرا في توفير الغطاء لكل هذه الممارسات في مصر لا يصفقت في حارس اغتيالي شام بركات كما قال وزير الداخلية اليوم لكن في حوارس أخرى تم كشفها وإحبطها وفي حوارس وقعت بالفعل عبر توفير المال السياسي وعبر توفير الخطط وعبر توفير الأوامر والتعليمات لجماعة الإخوان وبعض مناصرين ومعيدين لتنفيذ عملات هنا وهناك في القاهرة والشرقية وعديد محافظات مصر أرى أن هذا الحارس ربما سيلعب دورا كبيرا في ربما نسف كل الجهود التي بزيت من كبير الأطراف العربية في الأوامر الأخيرة لإمكانية عقد أو إحداث نوع من الطلاق والتكارف في العلاقات المصرية التركية وربما كان البعض يراهن على أنه سيكون هناك في القمة الإسلامية في إبريل القادم لقاء بين شخصيات مصرية رفعة ربما ذهب البعض من الخيال إلى أسيسي نفسه مع أردوغان أعتقد بعد هذا الحارس ربما نسفت كل هذه الأمال وكل هذه الطموحات وتلك التوقعات ذهبت بعيدا باتجاه أنه لن يكون هناك أي نوع من الانفتاح في العلاقات المصرية التركية ربما مزيد من التأزيم ومزيد من التراجع والخلل في تلك العلاقات حاليا شكرا لك أشرف العشر مدير تحرير صحيفة الأهرام من القاهرة شكرا